أولا يعني هذا الشيء عظيم جدا وللأسف عند بعض المشككين لا يأخذ أهميته التي تستحق هذه عملية معقدة جدا وخطيرة جدا حتى ولو كان في تنسيق والتنسيق واجب يعني ما في بعد عنه أو تقدر تتجاه لي عمليات دقيقة تقوم فيها القوات المسلحة الأردنية إن كان من خلال سلاح الجو الملكي أو العمليات الخاصة وفي بعض الأحيان شارك أفراد الهائلة المالكة في هذه العملية هذه استدامة إلى مستشفياتنا وأنا فاتني حتى بالمحاضرة أن أتكلم عن الدور الإنساني أيضا اللي بتلعبوا المملكة الأردنية الهاشمية من خلال مستشفيات الثانية في غزة ومن خلال مستشفى في مدينة نابلس إمداد هؤلاء بالمعدات والمعدات الطبية والمواد الأساسية هذا واجب على الجيش والجيش أقام هذه بكل حرفية وبكل مهنية وكانت نتائجها إيجابية والحمد لله هاي بدأ تبع واحد بفتح بالفنجان كما أسلفت في المحاضرة أنا من النوع المتفائل ودائما أرى الأمور بإيجابيتها أنا أعتقد على المدى المتوسط والمدى البعيد سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على المواطن الفلسطيني والمتمثلة في إقامة دولة فلسطينية عاصمة القدس الشرقية على حدود ما قبل الرابع من حزيران 1967 أرى ذلك كما أراك أختي الكريمة في هذا الوضوح